منذ الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 انزلقت المجالات الخدمية كافة في البلاد نحو التراجع والانهيار السريع بسبب الإخفاق الحكومي فضلا عن الفساد الذي استشرى داخل أرويقة الحكومات المتعاقبة وإذا كان الحديث عن الجانب الصحي في العراق فحدث ولا حرج فبعد عشرات السنين من الرعاية الصحية المتميزة والمجانية التي كانت تقدم للمواطنين تسبب الإهمال والفساد في إلغاء مجانية الرعاية الصحية للعراقيين مطلع سنة 2016 إبانا حكومة حيدر العبادي التي بدأت تحصيل الرسوم المالية مقابل التشخيص والتحاليل والأشحة والعلاج داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية الحكومة آنذاك قالت إنها ستوفر الخدمات الطبية مجاناً للمواطنين المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية وهو أمر وصفهم مراقبون بأنه وجه آخر للفساد لعدم وجود آليات شفافة وجادة تمكن من إحصاء المستحقين لشمولهم وفق برنامج الرعاية الصحية المجانية بعدالة التكشف بيانات هيئة النزهة أن أكثر من نصف معاملات شبكة الحماية الاجتماعية هي معاملات مزورة لشخصيات وهمية بل إن الملايين من رواتب الرعاية الاجتماعية تصرف إلى موتى في حين يحرم كثير من العراقيين مما يعيشون تحت خط الفقر من التسجيل في نظام الحماية الاجتماعية وبالتالي يحرمون من حقهم في مجانية الرعاية الصحية وبحسب تصنيف نشره مؤخراً موقع نومبيو المعني بقياس المستوى المعيشي للدول العالم فقد جاء العراق بالمرتبة الثالثة ضمن أسوأ الدول في مجال الرعاية الصحية الأولية في العالم في عام 2023 وهو ما يعني إخفاقاً ذريعاً وانهياراً للمنظومة الصحية في العراق وكشفاً عن زيف الشعارات التي روجت لها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم